سلام لبنات حبيباتي الحلوات نتمنى تكونوا في احسن الظروف جيتكم اليوم فيديو جديد الي من شاء الله سنخدمها الملاقية السهلة و بسيطة جدا خصوصا بالنسبة لمبتدئات هذه الملاقية تشبه الكورميطة انما هي الكورميطة الشبيهة تيالها نتمنى الفيديو الى انا لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس كما تشوف البنات انا بداية العمل اذا نبدأ على بركات الله لدينا جزء غرزات هنا في بادي الامر سنقص غرزة ونضرب الضربة في الغرزة الاخرى في الجهة الاخرى سنضرب الضربة في التوب في الجهة الاخرى في الجهة الاخرى سنضرب في الجهة الاخرى في الجهة الاخرى في الجهة الاخرى واحد جوز ثلاثة بحيث ان نقطد الخواطات التي تشكلها عندي نضرب الضربة في التوبرا ملاقية سهلة ونضرب في الجهة الاخرى ونضرب ونضرب ثلاثة في الجهة الاخرى وكذلك عاوض بجهة المقابلة إذن كيتشكلون عندي هنا واحد جوج وواحد لديك الخويت الأول يعني ثلاثة عن الخويتات ثلاثة عن الخويتات واحد جوج ثلاثة عندي كذلك ثلاثة عن الخويتات بحيث أني كنا نغطي ثلاثة عن الخويتات التي شكلتهم نقص غرزة نضرب الغرزة المقابلة ونضرب ضربة في التوب وضربة في الجهة المقابلة كذلك في التوب أخصني هنا ونخلي واحد لسطس هنا واحد المسافة نتعدك الخويتات نضربة وضربة في الجهة المقابلة بحيث أني سأجني هكذا هذا الفارغ في التوب التي في ما بين التوب وتوب والفارغ يعني هنا يعني لش نحبك على هذه الخويتات نستغني على الغرز ونضرب هذه الخويتات بحيث اني نحبك عليهم فرندن تاع القرميطة كان بنيو الغورز كانوا ليو نحبكو عليهم هنا كنستغنى وعلى ذكت العملية انتع بناء الغورز فرندن تاع القرميطة انتع واحد كنضرب الدقة تيري في الجهة المقابلة كنضرب الدقة في الجهة والدقة في الطرف الاخر المقابلة وكذلك كنضرب الدقة في الجهة اذا كنت تشكلوا عندي ثلاثة الخواطات واحد جوج والثالثة ونبدأ الحبكو عادي كذلك كنت ارى تلاثة الحبكات كي نضرب الدقة ونضرب الدقة كنت اتمنى ان الشرح يكون سهل يرى جدا سهلة وبسيطة سوف نضرب الدقة ونرجع معكم نضرب الدقة ونضرب الدقة ونضرب الدقة ونضرب الدقة ونضرب الدقة لا يوجد التوبة لون اذا انا اركبت خيط ثاني سوف نتعصى برادي كما نقول لكم دائما نعمل على ثلاثة شعرات او جزء شعرات اتجنبوا انكم تعملوا على اربعة شعرات كنت جاء الخدمة لا تستطيع كما اجتبت و اركبت الخيطة ديالي اذا سنجي للطرف المقابل و سنكمل العمل ديالي و نجي كذلك للطرف المقابل و نضيف الغرزة ديالي اذا تشكله عندي ثلاثة نتعى الخويطات واحد يجوج والثالث كيف نغي صغير اذا سنحبك ثلاثة الحبكات ديالي اذا سنقوم بسرعة و في نفس الوقت سهلة جدا خصوصا للمبتدئات نرى ها سهلة شي حاجة لابغا تدري شي حاجة شخدمة خفيفة و قد جي في جليل بات خفيفة في الصف عفوا قد تعرفوا ان الصف يبغي جليل بات و شي حاجة غي هكا خفيفة قد طلع مزيانة قد طلع بها جلابتك في يوم و ها هي طلعت لك جلابه اذا سنستمره على هاد النحو قد نكملها ان شاء الله قد نظن انها سهلة و بسيطة قد نزيله قد نزيله قد نزيلة قد نزيله كما تشاهدون لانت خدمت عليه واحد المسافة اللي يعني انا متأكدة انها غاديت خدمت اذا دقة في التوب ودقة في الجهة المقابل كذلك وكأنه غاديت الغرزان على واحد انما نجد الخط مرخوف بحيث اني نجد الفراغ مناسب هذا الفراغ هو اللي سوف نحبك عليه بحيث ان هذه الخواطات يغنيوني عن الغرز اللي كان بنيهم في القرمتة عادية اذا كان اختصر علي واحد المسافة و واحد الوقت و واحد الهدا في ذلك الغرز بحيث انهم اصلا غادي يتخبه بالحبيك اذا نعودهم بالخط اسرع دائما كنحاول نجيب لكم شي حاجة اللي تكون جديدة واللي اللي ها تساعدكم في العمل ديالكم واللي تكون سهلة كذلك اذا سوف نكمل العمل ديالي و نرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها اذا نلب ناس هدي الملاقية ديالنا كما كتشوفوا الشكل النهائي ديالها سهلة و بسيطة و خصوصا لمبتدئات كنتمنى ان الفيديو ان الاعجب ديالكم ما تنسوش الاشتراك و الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد الى فيديو قادم ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر